نموذج مفتوح المصدر وقدراته عالية جداً مليون توكن في الذاكرة مفيش اشتراك بلا حدود بتكلفة أقل من 200 مرة من جي بي تي النهاردة هنتكلم عن مني ماكس ام وان اللي قلب الموازين الخاصة من نماذج الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة يلا بينا نعرف أكتر عن ام وان من شركة مني ماكس متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة هنتكلم عن ام وان هو نموذج اطلقته شركة مني ماكس بيقدر يتعامل مع مليون توكن دفعة واحدة تقدر تكتب مليون توكن او تدخل مليون توكن في برومت واحدة النموذج هقدر يفهم كل اللي انت مدخله حيرد عليك هيرد عليك بحجم 80 الف توكن لو جينا قررناه مع نماذج الذكاء الاصطناعي زي جي بي تي فور او من اوبين اي بيستوعب تقريبا توم الساعة وايضا بالنسبة لكلود فور اوبس بيوصل لخمس الساعة وبالنسبة لجوجل جيميناي 2.5 برو بيستوعب مليون توكن في الادخال لكن بيرد ردود أكثر من مني ماكس ام وان هنا ام وان بيديك مساحة غير مسبوقة بالنسبة للموذج مفتوح المصدر ميني ماكس قايم على 2 ايدياز او فكرتين اول حاجة المكتشير اوف اكسبرت النموذج عبارة عن 32 مكتشير اوف اكسبرت ولا عليه خليط الخبراء كل توكن بينشط فقط 2 مكتشير اوف اكسبرت فقط 2 وبالتالي لو خدت بالك هنا قوته في ايه قوته في التعامل بذكاء مع المكتشير اوف اكسبرت وبالتالي حيكون تكلفته أقل أيضا بالنسبة ليه بدل ما كل توكن بيبص على كل التوكن الثانية هو بيستخدم خوارزمية خطية بتقلل من التعقيد الرياضي بشكل كبير طب بالنسبة فعل التكلفة مقابل العملقة الآخرين بالنسبة لي ديب سيك اروان مثلا على سبيل المثال ميني ماكس ام وان تكلفته كانت في عملية التدريب يعني تكلفة وصلت لي 534 ألف دولار فقط بينما ديب سيك اروان تكلفته كانت من 5 ل 6 مليون دولار وجي بي تي فور تخطى الميت مليون دولار والفرق ان ام وان زي ما احنا شايفين اكتر كفاءة واسكة في استخدام الموارد النموذج اتدرب على حوالي 7.5 تريليون توكن من بيانات الاس تي اي ام والكود والتفكير المنطقي الاف المسائل الرياضية الالغاز تحديات برمجية ايضا تتحط فيه ظروف وحاكات مشاكل فعلية من جيت هاب وفعلا تم حلها واختبارها ايضا بيستخدم خوارزمية جديدة هذه الخوارزمية اسمها سيسبو او خوارزمية سيسبو الخوارزمية دي عبارة عن ايه بشكل سريع والخوارزمية دي اختصار كده حاجة اسمها هو تطوير ذكي لطريقة شائعة بتستخدم في تدريب نماذج الزكاء الاصطناعي بالتعلم المعزز او الري انفورسمنت لرنينج عشان تحسن جودة الاجابات والتفكير المنطقي المشكلة اللي هي كانت دايما بتقابل نماذج الزكاء الاصطناعي اللي هي اي معالة خوارزمية كانت بتستخدم في السابق هذه الخوارزمية اسمها بي بي او الخوارزمية دي كانت بتخنق التوكانات شوية مش بتخليها انها تبدع بيخلي نموذج ما يبدعش حديك مثال كده بسيط عشان ما نطولش عليك في هذه الجزئية تخيل كده انت بتدرب نموذج زكاء اصطناعي لو بتدربه بالخوارزمية القديمة اللي هي البي بي او فبتقوله لو في شخص او كتب اجابة غريبة ما كنتش متوقحة او طالب كتب اجابة غريبة تجاهل هذه الاجابة اما بالنسبة لخوارزمية اللي هي سيسبو فبيقول الاجابة دي غريبة تمام حديها فرصة بس مش هخليها السيطرة على التقييم العام فده الفرق ما بين الاجنين فلو انت خدت بالك هتلاقي ان خوارزمية سيسبو في عملية التدريب بتخلي كفاءة النموذج اعلى بتخلي تفكير بتاعه اسكى بدل ما يعني يتجاهل الاجابة خالص لا حيديها فرصة وحيفكر فيها بس مش هيخليها السيطرة على التقييم العام ليه الحاجة اللي هو شغال عليها في اتحان الفيه 24 86% ودي اختبارات متقدمة في الماث لان بعد كده حيكون في اختبار خاص بالمسائل المتنوعة وهو اسمه اختبار في الاداء ماث 500 97% وايضا من نسبة لايف كود بنش مارك 65% وايضا تفوق على كلود وجي بي تي فور في اختبار السياق الطويل ام وون مش بس زكي لكن يعتبر من افضل نمازج في الفهم العميق وتفكير المنطقي تبعا لاختبار الاداء النموذج بالجانب الكامل مفتوح المصدر على جيتها بحط لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو وكمان يقدر ان هو يدور عبر الانترنت يولد صور وفيديو يحاول نص صوت ويستنسخ الاصوات كل ده يقدر يعمله ميني ماكس يلا بينا نبص بصة سريعة على ميني ماكس ام وان متحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية عشان نبوص بصة سريعة على ميني ماكس ام وان نحط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو سواء كان الرابط على جيتهاب او سواء لتجربة ميني ماكس ام وان هنبتدي نروح لي ميني ماكس ام وان وحنلاقي الانترفيس الخاص بي كالاتي انت هتلاقي عندك الشات وهتلاقي عندك الايجنت والايجنت بقى ده موضوع تاني الايجنت ده بتقدر ان انت تستخدمه كاي اي اي ايجنت بيديك شوية بيكمنديشنز كده ويقولك ممكن تستخدمه ازاي علشان تدور على اي 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 فيديو دومين نيمز ملائم للبودجت بتاعك فيه الريسيرش فيه عمل بورتفوليو في عمل ويبسايد الحاجات دي كلها ممكن تبص عليها بصة سريعة لو انت حابب تبص على الايجنت وهنا تقدر انت ترفع ملفات كمان وهنا تقدر انت تعمل منشن للامسي بي ده جزء كده متعلق بالايجنت اتمنى ان شاء الله بإذن الله نلاقي وقتنا احنا نتكلم عنه بالتفصيل ولكن انا عايزة اتكلم عن الشات الشات انا حولت هولي الدارك مود عشان البعض بيقول لي حولي الدارك مود بيكون افضل في الرؤية هنا الشات انت عندك السيرش اللي هو السمارت سيرش بتدور بيديك احدث حاجة على الويب خاصة بالطابق اللي انت بتتكلم عنه وفي عندك الثينك وهو هنا تفعيل الثينك انا نفعلها بشكل عام السيرش ونفعلها الثينك او ان انت تعمل دي سيبل لعدم تفعيل الثينك مود انا هفعل لتنين زي ما هم وهنا هنبتدي نستخدم الميني ماكس ام ون لو عايز تتأكد هتقوله what is the version of mini ماكس used by you اعذروني بقى لو في مشكلة في الجرامر والكلام ده كله هنا بيقول لي the model is named mini ماكس ام ون ده في عملية التفكير هو لسه ما ردش عليك بس انا عشان مفعله الثينكينج مود فهنا هيبتدي يرد علي هيقول لي mini ماكس ام ون is the version of the mini ماكس model used in this system اتحب بس اتأكد ان هو بيستخدم اخر نموذج تدي هنا اجربه بس تجربة سريعة كده نيو شات احنا اتفقنا ان هو ممكن تدخله لحد مليون توكن ويرد عليك لحد 80 الف توكنز وحبتدي هنا ادي له كتاب marketing book وحبتدي اقول له summarize this book in organized key points highlighting general idea ركز على general idea key concepts وال lessons هو هل بيتعامل مع اللغة العربية بيتعامل مع اللغة العربية هنشوف دلوقتي الكلام ده مع بعض ولكن انا افضل ان ارفع الكتاب بالانجليش وبالذات النمازج الصينية ان انا اتعامل معها باللغة الانجليزية او طبعا اللي يعرف اللغة الصينية اتعامل معها بيها هنا هبتدي ان انا ادوس enter ونشوف مع بعض الاجابة الكتاب حوالي يعني اكتر من 800 صفحة او 780 صفحة مش فاكرة بالضبط ولكن هنشوف دلوقتي الاجابة بتاعته طبعا انا نفعلة thinking mode فممكن ياخد وقت شوية هنا ديني الاجابة طريقته يعني هو غريب شوية في الطريقة بتاعته ولكن هنجربه في امثلة اخرى هنا بالنسبة للكي لسونز اللي اعطوها لي ادي الكي لسونز ادي اول نقطة دي تاني نقطة الادابتابلتي هنا النقطة التالتة data driven النقطة الرابعة الانتيجريشن النقطة الخمسة هو الكونكلوجين عطاني الكونكلوجين في الاخر زي ما احنا شايفين ولكن الطريقة شوية اللي بيجاو بيها غريبة حبا هقول له مثلا تلتمية كلمة مثلا اي حاجة مش هفعل think mode بس عشان ما ياخدش وقت انه خد وقت شوية الassignment هو exploring key concepts in modern marketing الobjective اللي انت هتشتغل عليه والtask اللي انت هتشتغل عليه وشايف الموضوع بالنسبة له كان هنا اجابة عادية مختلفة تماما عن الطريقة اللي هو جاوب بيها وانا شايف الأفضل ان احنا نستخدم التاسكس بتاعتنا علشان نجرب بيها او نختبر بيها النموذج من الحاجات اللي انا عملتها بشكل سريع وهو اول تاسك قلت له قوم بتحليل تطور مجموعة علي بابا منذ تأسسها السؤال بتاع المشهور قوي بختبره في طريقة التحليل ويديني صوت analysis ويقيم الاستراتيجيات يعني الايمة على علي بابا والاستراتيجيات اللي ايمة على التوسع العالمي للانشطة بتاعتها ويحل الدروس المستفادة وكمان يديني ازاي ممكن اطبق هذه الدروس على شركات اخرى تسعى للتوسع العالمي في الاقتصاد الرقمي فهنا اعطاني تطور مجموعة علي بابا الرؤية الاساسية والشراكات والمنصات وصوت analysis وكمان الدروس المستفادة وتطبيق الرؤى الاجابة جيدة لحد كبير بالنسبة للتعامل مع محتوى باللغة العربية تعالا بقى نشوف موضوع الكود هنختبره فيه كتابة الكود هنا هبتدي اقول له create one page website لبلاتفورم اسمها info tech for you هقول له انا طلبة ايه بالضبط بالنسبة لي النافجيشن مثلا بار بالنسبة لي الstyle الخاص بالويب بيج وما الى ذلك وانا حطيت الوينك الخاص باليوتيوب مش هفعل think عشان الوقت وحبتدي اقول له enter ونشوف الكود هنا انا ما اضطرتش اقول له حطيلي في one text file هو حطيلي كله مع بعضه الhml وcss وjava script كله هيكون اعتقد موجود مع بعضه حسنا لحد ما يخلص خالص هو مش سريع قوي ولكن اقدر اقول انا ما همنيش الصورة على قد ما همني النتيجة النهائية الperformance الاداء تم الانتهاء من كتابة الكود وفي الاخر اعطاني explanation لهذا الكود شرح مفصل لي حبتدي ان انا اخده copy وابتدي اروح على html online viewer عشان اشوف تنفيذه يعني انا بحس ان هو بيستخدم نفس الفيديوهات نفس الامجز يعني هي هي يعني مالهاش علاقة اصلا بالموضوع اللي باتكلم فيه عادي يعني انا شايف ان هو عادي بصراحة في هزي الجزئية مش شايف انه حاجة رهيبة يعني في تنفيذ الكود تعال نشوف حاجة تانية هنا انا طلبت منه ان هو ينشأ لي مشهد خيالي انشاء كتابي يعني يدني تصور لمشهد خيالي بيدم جزر عائمة ضخمة مغطب الخضرة والشلالات هنا حيبتدي يصف لي المشهد حتة حتة يعني الطبيعة شكلها عامل ازاي شكل المية شكل السماء الجزيرة الجسر الخشبي بيديك تصور كامل وبالتالي بناء علي ممكن انت تعمل او امر يقدر ان هو يساعدك في انشاء مشهد معين بالشكل الرائع اللي هو عطاه يعني انا قلت له انا عايز ايه بالضبط وهو ابتدى ان هو يدهولي بالتفصيل زي ما احنا شايفين هنا الجزء الابداعي عنده عالي ودي ميزة من المميزات الخاصة بهذا النموذج هو قدرته على ان هو يديك كتابة ابداعية ممكن نقول هل ممكن هنا يكتب قصص هقوله بقم بكتابة قصة مشوقة بعنوان مغامرة في السحراء وابتدى ادوس انتر كده واشوفه في الكتابة هيبقى عمل زال لانه ساعات كده بيهلوس شوية في موضوع الكتابة باللغة العربية في قلب صحراء الربع الخالي اختار الربع الخالي وهنا بيكلم عن علي شاب يودا علي او عرف طبعا باللغة العربية فقال لك حديك اسم عربي بدأت رحلته في فجر يوم صيفي حار ومع المؤن بعد ساعات من المشي تحت اشعة الشمس الحارقة بدأ يشعر بالتعب ينظر الى النجوم المتلقلقة شعر بالامتنان لانه شاهد مشهد طبيعي استيقظ باكر ذكرى لا تنسى انا شايف طريقته في التعبير حلوة يعني الابداع في الكتابة كويسة الاول كان بيعمل حاجات غريبة بصراحة لو انت ركزت مع اي نموذج زكاء الصناعيسين هتلاقي شوية يبقى الكتابة بتاعته شوية غريبة ولكن انا شايف ان هو جيد في الكتابة الابداعية ده كان اختبار سريع طبعا تختبروا براحتك وتكتبلي كده في التعليقات رأيكم ايه انا بستفيد جدا من تجربتكم يعني احنا بس بنتناول الموضوع بشكل عام بنحية ونجرب بعض الامثال البسيطة لكن انت كمستخدم هتكون فعلا يعني التجربة المختلفة ليك لان كل واحد اكيد هيستخدمه في حاجة معينة فياريت تشاركوني تغربتكم في التعليقات اشوفهم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفريو زي ما بقالك في نهاية كل فيديو ما تنساش دعمنا باللايك والشير والكممنت لو كنت من متابعين الاعزاء ولكنت بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته